وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون يفلان أو يفلان أو يفلان ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنا سيما خذ العلم والحكمة والفائدة من كل ما من يصلح الأخذ منه بالي يليم يكون لنبيل زيدي ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنا سيما إكيو أبو هريرة رضي الله عنه أنتم عليه الصلاة والسلام أمن فني إقرار يطمع أمي 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 أ كنت كان نقيسة هيش ابن عثيمين رحمه الله تعالى نوليزا لسا اكيوة توم عليه الصلاة والسلام امليتك وإقرار يقوم بيجوز أخذ العلم من الشيطان فما يبارك بالإنسان هذا كلامه رحمه الله تعالى سيما نينو ينقو ميمي سيما نينو ينقو ميمي انجي اندانيا متانداو يوتيوب وانديك ابن عثيمين نا حديث بغريرا تمسكي وين منيوه وين منيوه كاسكي ليسك اما سيماعج قال كيف يرد على من يقول خذ العلم عن اي شخص حتى عن صاحب الفدعة يقول واستذل بان ابا هرير رضي الله عنه اخذ الحق من الشيطان في قصة قراءة اية الكرسي هذا يفهم ما يقرأ في حديث اية الكرسي يفهم الحديث في الصحيح يفهم اخر الحديث ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو ايش في هذه يعني صدق هو اراد التفلت وهو كذوب فعول هكذا حاله وهكذا حال اتباعه هذا امر الامر الثاني يعني نهجر ونترك ائمة السنة قاطبة الذين ما قالوا بهذا الاطلاق ونأخذ بقول هذا الاخ الذي يفهم هذا الفهم الاعوج ويستدل هذا الاستدلال غير المنضبط هل قال العلماء اهل السنة النبلاء خذ العلم عن كل شخص حتى لو كان صاحب بدعة هكذا هل يقول هذا الكلام رجل عرف معنى العلم ودرسه على أصول أهله لا يوجد هذا بارك الله فيك لا يوجد مثل هذا أبو العالية الرياح رحمه الله التابعي الجليل كانوا إذا أتوا ليأخذوا عن الرجل قال مرقنا صلاته فرأيناه كيف يصلي فإذا أحسنها أخذنا عنه جلسنا عنه يعرفونه من هو وهم أتوا إليه ويعرفونهم تابعين قاصدينه لكن أيضا من باب زيانة التدقيق هل يصلي على السنة ولا لا فإن كان يفرد تركوا ليش ما أخذوا عن كل أحد والناظر في كلام الأئمة وتقريراتهم يظهر له بجلاء أن هذا الإطلاق إطلاق باطل لا قائل به من علماء السنة بارك الله فيكم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول أو يستدل بقصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الحق من الشيطان ولذلك فيجز قد أخذ الحق الحق نعم قد أخذ الحق من الشيطان ولذلك يجوز للإنسان أن يتلقى العلم عن كل أحد إذا اقتصر على أخذ الحق وترك الباطل سبحان الله أبو هريرة ما أخذ هذا عن الشيطان إنه ما أخذ هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب فأبو هريرة أخذ هذا عن الرسول ما أخذه عن الشيطان نعم ترجمة نانسي قنقر